موسيقى برحب فيكن مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عا بتشوفونا او عم تسمعونا بها الحلقة الجديدة من كلينيك اللي منطلع ليكون فيها عبرها وصوت لبنين وبالصوت والصورة عبر VDL.me والأبليكيشن وكل صفحاتنا على السوشيل ميديا اليوم ومع تقدم الطب والتطور يلي عم بصير صار في كتير إجراءات وقائية لمحيرة بيت الشيخوخة وتجديد البشرة وكل الخلية رح نحكي أكتر عنها بتقنيات الحديثة مع الاختصاص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة تجميل الوجه دكتر باتريك سنيفر أهلا وسهلا فيك مرسي باتريك أهلا فيك يعني لما نقول تقنيات حديثة منحكي طبعا عن ماشينات منحكي عن يمكن مساجات معينة للوجه ومنحكي كمان أكيد عن الجراحة التجميلية للوجه ولكن هيك بالبداية خلينا نقول قديش الوقاية هون أو قديش الكشف المبكر على البشرة والإجراءات الوقائية اللي بتصير بتخلينا نتجنب كتير إشياء لبعدين أكيد نحنا بالنسبة لنا كالطب يعني حتى بكل المجالات الوقاية أحسن من علاج يعني دايما بس تتوقع من الشيء اللي بده يصير أفضل من إنك تعلجي بس يصير هلأ بيجين كتير مثلا أم جايبة مع بنتها وبنتها عمرها يمكن عبر 24-25 سنة بتقلي دكتور إنه عندي هالتجعيد هون كتير قوية هيدولي بيكونوا وراثة بيكونوا جلدتها هي من إخدتها بالوراثة بالجينات من أمها من عميتها من خلاتها من بيها بتعمل مثل تجعيد كتير وبتكسر الجلدة دونك بيجي أنا بقل لها إنه أي بدنا نعمل يمكن بوتوكس بها المنطقة تنخففون شوي بس إما بتقول لا بعد صغيرة بوتوكس من هلأ هيده بريفانشن تعمليه لها بدوزات كتير خفيفة تما تكسر الجلدة لأن وانس كسرت الجلدة باتريسيا صعب إنه نرجع لوراء تترمم دونك هيدولي أصاس منن عوامل شيخوخة هاو جينات هيدولي وراثة في عندك نساء عمره ستين سنة وسبعين سنة بتجنن تطلع فيها وما بتكون عاملة تجميل في عندك نساء عمرهم ثلاثين واربعين سنة بتقولي اف مبين على عيون الكبر هيده بالوراثة بتجي فالبريفانشن it's very important كير مهمة أكيد الكريمات أكيد السونسكرين يعني العينية من الشمس وأكيد إنه إن يكون عندنا هالثي لايفستايل مثل الدخان ما ندخين ناكل صحي هيدولي كتير أمهمين كنت بدأي حكي عن موضوع الأكل الصحي وموضوع الرياضة كمان وحتى موضوع التلوث يعني إحنا بلبنان يعني نمبر ون يمكن صرنا بالتلوث بالجولة وهيدا كمان أكيد بيأثر يعني غير إنه أوقات ويراثيا منحس إنه هالجيل صار كله وجهه طعبين وجهه فيه أكنية وجهه فيه يمكن تجعيد غير ما كنا نحنا من قبل ولكن هيدا ما بيرجع بس للوراثة بيرجع كمان لكل العوامل البيئية والطبيعية اللي عم نمرق فيها قديش هيدا الموضوع تمام عم بيأثر عليكم أكيد هيدا بيأثر كتير بيأثر عنوية الجلدة بيأثر بتعرف المي اللي منشربها الأكل اللي منيكله يعني ومنغسل فيها ومزبوط أنا كنت لاحز يعني نحنا وصغار بتعرفي عايشين ببيروت وعايشين بالجبل هيدا شي كتير بيساعدنا لصحتنا لأن وانس بتتحممي بمية الجبل بشرتك بتتغير لأن المي اللي بتشربيها هي اللي بتتحممي فيها مزبوط هيدا شي كتير مهم هيدا أكيد شغل الدولة وشغل السياسيين طيب ينتبهوا لأن بالنهاية هالشي بيضرب كل كل العالم يعني ما بيفرق حدا عن حدا أكيد التلوث كتير له أثر علينا كجمال كمان طريقة العيش يعني نحنا إذا من نظم حياتنا نعمل سبار نعرف شو بدنا ناكل ناكل من مطارح نعرف مصادرها نعرف إنه هيدا كتير بيساعدنا إنه نعمل لجمالنا ولوجنا الإنسان بأساسه يعني بتشوف إن إحنا من زمان كانت الأمرأة بس تختير يقولوا سمال علي بعضا بعضا حلوة وبي يعني بيحسنه ولكن عمر الثلاثين لازم بلش ننتبه على التجاعيد لازم نحط الكريمات لازم ننتبه على ترتيب على الحماية من الشمس هيدو لكل لون هو العمر الثلاثين هو المفصلة مثل ما بيقولوا في كتير أساس في البوتوكس أكيد في الميزو تيرابي وبس قول بدي شدد على الشغلة بس تقول ميزو تيرابي في مليون نوع ميزو تيرابي هلأ رح نفصله بتفصيل مزبوط يعني في عندك نوع للأسودات في عندك نوع للغلو في عندك نوع للبورس في كذا نوع متل أنت عم بتقولي بدنا ناكل لبناني ناكل مليون بلا لبناني أكيد هيدا هي فأكيد الفلر كمان نحنا بنعمل الفلرز الفلرز أسيديا ليرونيك أو كالسيوم أو شي هذا كمان بيعمل استيميوليشن للكولاجين لأن نحنا من عمر إذا بدك 24-25 سنة بيوقف جسمنا هلقدي يكون عبينتوج كولاجين متل قبل ناكل هن دقيقة خبرية الفلر يعني أغلبية النساء لما يسمعوا فلر بين أذوق يلي مش كتير معوادين فالفلر أوقات بيكون لحتى نكون نحنا عم نغطي أماكن صرفية يمكن نقص بالكولاجين ومش عم ننفخ هالشي مانه مزبوط لأن دراسات بيانت أنه الأسيديا ليرونيك يعني اللي بنحطه أو إبر الكالسيوم أو الفلر اللي يعني مرتبين هن بيعملوا استيميوليشن للكولاجين يعني إن عملت دراسة عا توينز ديفريجيمو بنت ما بدت تعمل شي بوجه وبنت تاني بدت تعمل شي بوجه أكيد احتمت بوجه لعمر الخمسة واربعين على العمر الخمسة واربعين وقفه سنة يعني هي وقفت سنة وهي دي كده اللي طبيعتها شفنا أنه اللي اعتاند بوجه قبل وكذا ما خدت ياريت قد الأخطة اللي كانت مبينة دونك فيه افة طبع الفلر بيعطي استيميوليشن للكولاجين وهي دي بقى يعني برهنتها الدراسة خلاني أخد اتصال مجرور الحكيم قلت أنه حكيم أنف أذن حنجرة أنا ما بدي أسأله من شان التجميل الحكيم أنا من شهرين وقعد ديت عوجي فانكسرت العظم اللي بين عيوني اللي صار أنه هلأ أنا عندي دوخة من كل الفحصات وتصوير لرقبتي وراسي عم بقولوا الحكيم أنه يمكي من دينية فشو رأيك بالموضوع أنا عبي أخد بيتا سارك صار لشهرين وبس وقفه برجع بدوخ هلأ هايدي معقول يكون من وراء الضربة بيزيحوا الكريستو طبع دينتيك سو هايدي بديك أكيد تنفحص إذا نتأكد أنه الكريستال طبع ديني ما زيحوا إذا نزاحوا وبين على الفحص أنه منوا بيمطرحهم بينردوا بطريقة طبية بالعيادة معي ديسك برأبتك سمعت أنه بيلوقوا الراسي كشميل معي ديسك برأبتك اي ممنوع إذا عندي ديسك برأبتك ما فينا ننزح لك هون منشن هكي تضطر إني كدلك على الضوء اللي عم تخديه بس أكثر من شهرين شو الحال حكيم بدي دال إخدوا كل العمور؟ هلأ إذا إجمالا هي بترجع بتنرد بعد عشرة أيام خمسة عشر يوم إذا طولت هالقدة لا لازم تنفحص شوي أكثر زيادة حكيم وين بتحكيم حضرتك؟ بمستشفى جعي تاوي تاب داكور تانكيو أهلا وسهلا فيك يعني الموضوع بعيد ولكن أيضا موضوع مهم لازم يكون هيك محور حلقتنا شي مرة بدي بلش أحكي عن العلاجات زكرة الميزوتيرابي بدأ أحكي عنه شو أنواعه وهل بينعمل للوجه أو هل بينعمل كمان للجسم؟ تفاصيله الميزوتيرابي في مليون نوع في مليون إنجريديون فيك تحطيه في مليون خلطة فيك تخلطيه مثل أنا مثلا بالعيادة عندي بس بدي أعمل جلوو مثلا البرايدل جلوو اللي بنعمله للعروس العروس قبل ما تتجوز هو بنخلط خمسة بروديويت مع بعضهم نكون عارفين كل موليكيول شو أن بنحطها كرميل نعطيها هل جلوو تتبين بأحلى حلة يعني نهار عرصة دونك بتعرفي في مليون نوع وحسب احتياجات الامرأة مثلا إذا كان في عندها اسويداد في إليها ميزوتيرابي خصوصي إذا عندها خصوصي السويداد تحت العين مثلا كمان إذا عندها جلدة منشفة كمان للشد في ميزوتيرابي خصوصي لشواء يعطينا هيكي مثل نفخة صغيرة كمان في ميزوتيرابي خصوصي يعني في كتير قصص بتنعمل حسب خبرة الحكيم حسب هو كيف بيشوف للمرأة شو لازم له شو يعني شو بيصير من بعد الميزو هل سيدة فيها تظهر ضغري هل ما بتقدر تظهر بتورم بتحمر شو يعني العوامل حسب الموليكيول المحطوطة في موليكيول مثلا بينحطوا مع الميزوتيرابي أوقات من دلنا 24 ساعة ما فينا نطلع بس في منهم يعني إذا بدك 80 بالمية منهم بقدروا يطلعوا ضغري ويكفوا حياتهم هني بينعملوا بقبر الصغيرة كتير بينعملوا تحت الجلد أو شوية ديب أكتر من الجلد هيدا بيعطينا غزاء يعني في واجعة في واجعة حسب البرودوي كمان برجع بإليك باتريسيا لعني أوقات في برودويات ما بتحسي أبدا في برودويات بيحرقوا وحسب كل وبينحط بنج بهالحالات البنج بنحط على الجلد ولكن هو البرودوي اللي بيحرق من شان هيكي بيحرق تحت الجلد ولأ دونك بيحسوا شوية بالنجزة هلأ في عنا تقنيات بس منو واجعة كتير كبير نو مقبول مقبول في عنا تقنيات البرونوكس اللي هي ماشين منحطة نحنا منقلة يعني أرقيلة بس هي بش أرقيلة هي نبريش عمكنا بتصير الامرأة تتنفس فيه بتحس حالها ريلاكس وما بتعود تحس بالواجع هالأدي هادي فيها تطلبها الامرأة إذا أحبه كرميل نتحسن شوي الواجع إذا كنت كتير بتخيف حسب كمان نرجع من قول حسب الأدوية اللي بتنحط حسب الخلطة تواع الأدوية طيب بدأ أحكي أنا وياك عن الشي عم نسمع فيه كتير بنشوفه على السوشيال ميديا كل حدا يمكن حتى غير أطباء وللأسف بقولوا لك عندي هيدا الماشين وما عم بعمل الأكزوزوم شو هو الأكزوزوم؟ وهل مين ما كان بيقدر يكون عنده هالتقنيات ويشتغل فيها؟ وقدش هي دقيقة وقدش كمان يعني إلا إيجابيات وإلا سلبيات إذا مش للطبيب يشتغلها؟ أكيد هلا الإكزوزوم هي موليكيول نحنا كتير مبسوطين فيها لأنه كتير عم تعمل بوست وعم تعمل غلو للأمرأة وعم بتحسن الجلدة والوجه والفاللفت البدنية كما هو أنه فيه إكزوزوم للشعر يعني بين عمال كرميل يحسن شوي إذا كان حدا عنده مشكلة شعر خفيف أو تساقط الشعر إكزوزوم هي موليكيول بتخلي إذا بدك بتفوت على الخلايا وبتفتح تشانلز مثل كأنه خلية تعبانة بنرجع من فتح للبواب طبعا كرميل تتلقى كل الأنرجي كرميل ترجع تستعيد نشاطها نعم وترجع تتكثر بطريقة صحية حدا الإكزوزوم في عنده عدة مصادر في عنده المصادر اللي بيجوا من البلانتس هو أقل شي فعال إذا بدك بس أنه خفيف وريء في عندنا الإكزوزوم اللي بيجي من الحليب كمان هو كتير منيح بيجي من يستخرج من الحليب أول ما تولد البقرة بيشيروا مننا الكولوستروم وبيعملوا منه الإكزوزوم هيدا كمان كتير أثبت أنه هو كتير منيح كما وأنه في عندنا الإكزوزوم السنتاتيك يعني مفبرق في مصنع في اللابوراتوار كمان هيدا كتير منيح لأن ما عنده رياكسيون ألرجيك يعني ما مصنع الإكزوزوم اللي بينعمل من الأنسيج البشرية شوي في دبيت عليها هيدا أكيد وفي عندك أنه تشيل الإكزوزوم من جسمك تحطيه بطريقة كونسنترية وترجع تستعمليه بجسمك هيدا كمان طريقة كتير منيحة هيدا خلينا اتصال وبتابع الأسئلة ألو ألو ياهلا أهلا تفضلي بونجور دكتور بونجور أهلا أنا بدي أقول لك كل اللي حضرتك عم تحكيه اللي مزبوط أنا عمري 73 سنة صار لي 24 سنة بالتجان بعمل سبار والبي شوفني بقول عمري 45 سنة ولا عاملي بطوكس ولا عاملي فلر ولا عاملي ولا شي اسم الله عليك إيه بقى اسم الله عليك بدي شي هيك شي عندك شي ماشين تكون بعد هيك تعطي إكلا أكتر أكيد في تجاعيد بس كتير حلوين هودا تعبيرات السنين اللي ما رأنا فيهم بس بحبهم ما أنه بدي أخفيهم لا بس شي بدي شي هيك يعطي إكلا يضل هيك الوجه منور ونفسيتي حلوة وأكيد تعكس على وجه يعني كل تواضع أكيد 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 بس أنه شو رأيك هلا بيجي هذا الهايفو الهايفو بيقولوا أنه كتير فعال وهي وبيخفي ومش عارف شو شو فايته شو أضراره كم جالتي لديم أعمل مضبوط أول شي بدي أقول لك بدي أقول لك أنه هي النفسية أهم شي يعني أنا أمرأ قدما أعملها حلوة مضبوط إذا كانت نفسيتها تعبانة قدما كان قدما تكون هي حلوة بتأشعي بتصير تأشعي البشاعة فمدام نفسيتها حلوة هذا شي أكيد بيبين على وجه وبيعطيها حلو الهايفو هي تقنية ولكن في كتير ماشينات بالسوق أكيد نحنا بسنايفر كلينيك عندنا الماشين كتير منيحة وكتير فعالة في عندك ماشينات مانا غالية أبدا بيقولوا لي بتعملهايفو لأن بالهايفو أو بالألتراساوند لازم تعرفي أول شي وين عم تضربة مضبوط بس تضربية بمطارح بش منيحة مع الوقت الوجه بيصير لونه غري بصير لونه منو زهري منو حلو ممكن تأثر كمان على العضل مضبوط بتأثر على العضل وتأثر على العصب جاينا هديك نهار امرأة عاملة هايفو بمطرح وقلت لي حكيم إنه استرخصته رحت لهونيك والقصص ما لازم نسترخص فيه ضربين للعصب صار عنده شلال بيتمه من ورا الهايفو بلاشنا علاجات وكل شي كرميل حسين الهايفو كتير منيحة كتكنولوجيا نحنا عنا إياها بسنفرقين بس مش مين ما كانت نعمل بس مش مين ما كانت نعمل بس مش مين ما كان وانا اجمالا انا بعملها يعني بالعيد مش الاسيستانية تبعي باش الموظفين تبعي بيعملوها انا بعملها لانه بحب انه اعرف وين عم بضرب على المزبوط صح مش انيك اول مسألتك عن الاكزوزام كمان ذكرنا انه لازم طبيب يكون تحت اشرف طبيب طبيب يكون عم يعملها لانه متل ما ذكرت في عصب في نار يعني وخاصة النار تبع الوجه يعني السيدة اذا فاتت بهايدي المتاهم ما بتقعد تخلص منها بده تابع عن الاكزوزام بده اعرف قديش وقته قدب تاخد وقت هيدا العلاج لينعملو وكل قديش لازم نعملو هو اجمالا بتعمليه بسرع يعني ما بده بده دقيقتان ثلاثة بالعيادة يعني بنشاك مثل البوتوكس بس منشاك بالوجه اوكي وبينعاد ثلاث مرات ثلاث مرات فرق بين الجلسة والتاني تقريبا شهر شهر ونص ادى بداية وهيدا بنعمل مرة بالسنة هالعيجانة ثلاثة جلسات بالسنة اكيد بيحسنه كتير وبيساعده كتير اوكي لما بده نعمل للشعر بنعمل بنفس الطريقة مظبوط بنشك بجلدة الشعر بس الفايل طبع الشعر اوات بتختلف اوات منزيد علي قصص اكيد خليني بما انك حكيت عن الشعر نحنا اسمعنا كتير عن البي ار بي للشعر بده احكي عن الفرق بين هاتنين البي ار بي هي متل ما بتعرفه منشيل الدم من المريضة او المريضة وبنرجع بنحطه بماشين خصوصي بنحط له اكتيفيتر وبنفصل الدم اللي فيه جروس فاكتور اللي فيه كل الفيتامينز اللي موجودين بهال بلازما بنرجع بنحقنهم بطريقة كتير كونسنترية بالشعر بالخلية بالفوليكلز تبع الشعر هذا بيعملهم بوست بيعمل بحسنهم ديما بقلهم انه البي ار بي ما انه منيحين عمل ان شخص ما عنده بصل يعني ما عنده بصلة شعر اذا ما في بصلة شعر ما لديك تزرعي ولكن اذا في بصلة شعر وعم بتخف والشعر صارت رقيقة افضل انه نعمل بي ار بي واوقات من نعمل بي ار بي مع اكزوزوم مع خلطة يعني ايه كلهم سوا كرميل تبوست هال افا كله ما بكذب عليك انا بس عملت كوفيد هر شعري فقلت لأ كتير هلا فعملتهم كلهم اعملتهم كلهم وكتير كنت ممنون من النتيجة والنتيجة كنت راضي عنا ومشان هيك عم تعملها لانا اتصال اتصال ما في اتصال اوكي بدي احكي انا وياك دكتور باتريك سنيفير لما بتجي لعندك سيدة او شاب او رجل كيف تقدر تحدد شو هن العلاجات اللي لازم يكونوا لهيدا الشخص هل بتتكل على العمر على البشرة على ما بعرف اكيد بتتكل على وجه يعني على شو محتم شو مش محتم ادي عمره وكمان بديك يعني بتحطي انت البلان طبعا شو بديك تعملي ولكن ما تنسى انو نحنا اتصال لجري مادسن يعني هون في الكاست او اتصال ما بتجيني امرأة هل قبل باجت انا بدي ادفع هل قد باجت انا بمبسط به هالطريقة لان انا بعملهم زيادة بحط بي باجت اعلى بس بدفعهم هل قد لان بحب اني اهتم فيهم وبحس انو واجباتي اني ساعدها شوي ماذا تكون ريزلتا على زوء اكيد مازبوط مازبوط وهو دايما بهالدمان لازم الطبيب يكون عنده زوء هكي يعني فن اذا بديك تا يعرف شوي يعني باش قصة ابري وبتنشك قصة كمان جمال قصة زوء قصة هكي فن يعني اكتر اكيد طيب شو بعد فيه قصص فيها السيدة تعملها تحتى يمكن تاخد نتفت نظارة اكتر نتفت هيك تحس حالة هي مرتاحة مع حالة اكتر قبل ما نوصل لمرحلة الجراحة اكيد هلا نحنا في كتير قصص اكيد فيه الاسوان اللي بينعمل مرة بالشهر هيدا شي كتير مهم لازم ينعمل بمراقز مع بروضويات كتير مرتبة هيدا كتير بيساعدها انه تحافظ عوجها بينعمل شوية بيلينج بينعمل شوية ماسكيتا يبيضوا البشرات ما يخلوا يصير فيتاشات كما وانه التبرغول واللحميات اللي بيطلعوا بالوجه هيدا بيكونوا بيروحوا هيدا كفرست تاب اكيد الميزوترابي نحنا منحبها كتير في عنا الريجو فريكنسي ها ما حكينا عنا اللي هي تقنية بتشد الوجه في عندي كازا ماشين بينعمل فيهم منو نون انفيزف يعني بين بره لبره بينحط على الجلدة وبينعمل راديو فريكنسي هايدا شي كتير منيح بيشد الجلد ويساعد ولكن السئيل فيها انه بديك تواثب يعني متل السبار بديك تدلك تعمليتها يدلو يعطيها الافيال حلو في عنديك المايكرو نيدلينج راديو فريكنسي اللي كمان عنا يبل السنتر عنا هاي دولي قبر بيفوتوا بقلب الجلدة وبيعطوا راديو فريكنسي ديب انسايد الجلد هيدا كمان كتير بيساعد هاي التقنية خصوصي للأكني سكارز يعني بتعرفي حب الشباب بيترك لنا اثر على وجنا وعجلدتنا هيدا شي كتير بيساعدنا هو بفتكير العلاج الوحيد اللي بيحسن الأكني سكارز نعم يعني عم نحكي عن قصص منرجع منذكر ومنقول انه مش مين ما كان لازم يكونوا موجودين عنده الماشينات ويقدر يعملون وبدنا نقول للمستمعين والمشاهدين انه ما يسترخصوا مثل ما صار بالسيدة في سؤال انا عملت بي ار بي لشعري كان هر من ورا ظروف صحية من خمسة شهور بس حسي ما مش الحال عم بيستعمل مينوكسيديل مينوكسيديل هو سبري معروف من زمان يعني فوق 30 سنة بيستعمل مينوكسيديل او اكتر كمان شوي اكيد بيحسن الشعره ويخليها تسمك ولكن المهم كتير انه ما تيتوقف منوكسيديل هيدا تراتمان مثل حابة الضغط او السكري اعرفتين دون بدا تاخدو عكل العمر بس الكمبينايشن دايما نحنا عم نعمل فيديوويت بالسنتر هننا نحط نطرح الكمبينايشن ترابي الكمبينايشن ترابي عطول كتير منيحة وعطول بتعطي ريزالتس كتير ساتسفزان يعني بريحه المريض بدأ اسألك عن شي بيعملوا الاطباء اختصاصيين الجلد ما بعرف قديش فعال ولكن طلب مني ان اسألك عنه وهو الاسيد يعني بحطوه على الوجه طبعا بكميات اكيد معتدلة لحتى يقشر هيدا الوجه قديش بتنصحوا فيه هلا نحنا اكيد الاطباء الجلدي اللي هن بيكونوا شاطرين ويعرفوا شو عم بيعملوا ومتخصصين بهذا الموضوع اكيد لان تعرفي فيه اطباء جلد رايحين للتجميل الوجه صحيح بيتخصصوا بالكوسمتولوجي وفيه اطباء جلد لأ بيروحوا للامراض الجلد مازم دونك كتير مهم انه نروح انت طبيب جلد يكون اكيد معروف ومتخصص ومنيح للأسف متل ما قلتين خير اطباء الجلد بيعملوا هالمشكلة بيعملوا اسويدات اكتر اكتر من ما كان يعني هذا شي بيأزي المريضة نحنا عنا شي الفراكشنل سي او توي اللي هو بيعمل اتس ماشين هايدي ماشين كتير منيحة بتشد الجلد بتحسين الكولاجين وكما وانه بتخلي البشرة تصير متل بيبي سكن كتير منيح هايدي بيعمل البيلنج خفيف ولكن بيعمل السيمولاسيون لالكولاجين الأسفيد بيعمل البيلنج كتير قوي يعني انا شفت احدا السيدات كانت القشرة الوج كتير سميكية اللي عم تقشر مازم حالا اوكي تحتها كان طري بس ما بعرف قديش طري يعني حسيتها وكأنه محروقة ما هو هيدا هيدا الشي هو حرق انفان دو كونت ولكن لازم الكتير المتابعة من خلال طبيب الجلد هيدا كتير مهمة مهمة لان اوقات بيفرجوك كمان بيحرقوا كان فيه بيلينج او كتير من زمان يعملوه عالفنال الفنال بتصير كعني كلابسة ماسك اسود عوي جيك ويتشيليه مثل الماسك هيدا جلدي كله راح كتير مهم المتابعة بعد البيلنج يعني بعد ما تشيلي هالجلد الميت له يجب ينحط على الجلد الطري لانه صارت الجلدة التحتانية طريية كتير وحساسة كتير مزبوط مزبوط طيب اي متى منوصل لانه نعمل جراحة يعني اي متى انت بتقول للسيدة انا ما بق في حلول الوجه بدو ليفتنج او من ليفتنج هلا متى ما قلتلك ازام الامرأة ما بتحتم وبش عامل بريفنشن قبل اي جمالا منروح للليفتنج الليفتنج شي كتير حلو من اجمل العمليات اللي بنعملها يعني اللحلو فيها انه ما بتغيرك بترجعك خمسة عشرين سنة لورا بلا ما تغيرك بلا ما فيه فيه طرق ليفتنج بينعمله بتتغيره بتصير بتشبعي يمكن الالين او بتصير تشبهي حدا غير نحنا ما بنعمل هالطريقة نحنا بنعمل انه نرجع الامرأة عشرين سنة لورا هيدا احلى ليفتنج بينعمل دي بلاين يعني بينشغل على العضلات طبع الوجه بيتقطب وحدة وحدة كرميل ينشد مظبوط يرجع متل مكان وبيرجع بينشد الجلد الليفتنج اللي بينشد بس في الجلد ما بيضاين ومنو شي يعني منيح لبعدين هيدا العملية قدي بتستغرق وقت تقريبا يعني بعرفي سيدات تاخد اكترون سيدات ولكن بشكل عام قدي بتستغرق وقت قديش بده السيدة من بعدها ريكوفري لحتى ترجع تقدر تظهر على شغلها او على نشاطاتها اليومية هي بتاخد معي كشغل تقريبا شي ثلاث ساعات اربع ساعات تقريبا حسب الامرأة وبدأ غرفة عمليات اكيد بغرفة عمليات لان برجع بذكريك باتريسا انه نحنا بنشد الرقبة كمان ومنشد الوجه ومنشتغل على العصب ومنشتغل على شريين الرقبة يعني الوريد نحنا بنوصل حد الوريد بنشوفه قدامنا ومنشد العضل اللي فوقه دونك هيدولة كلهم مجبورة تكون بمطرح يعني مجهل ومجهل الحمدلله ما صار معنا مشاكل بس انه لازم عطول الواحد يكون بمطرح امين سيفتي از امبورتن اكيد قلتلك في ازان ثلاث ساعات لأربع ساعات بس تعمل العملية البندج منخليه اربع خمسة ايام اللي منحط اللي بعد اربع خمسة ايام منفكه وبتلبسه مشاد نحنا منقلا على الخمسة عشر يوم فيك تظهري بماكياج على الشهر فيك تظهري بلا ماكياج ولكن النتيجة النهائية طبعا اللي فتنج هي بعد تقريبا سنة وبيضله يتحسن حالو على قديه وقت بيبقى بيضاين اجمالا اللي فتنج عشر سنين حالو كتير طيب من بعد هالعشر سنين بيرجع الوجه مثل ما كان قبل اللي فتنج ولا بيضل احسن لا بيضل احسن بيضل احسن هلأ اجتنا امرأة عملت لها ليفتنج بيش من زمان كانت عملها من تقريبا ثمانة سنين عملها ليفتنج رجعت عدت لها ايالي انو ضعفي تلاتين كيلو تلاتين كيلو ضعف بأسر اكيد بيزعجنا لضعف كتير يعني نحن نفضل انو تضعف وتجي تعمل ليفتنج عملت لها من ثمانة سنين اول ليفتنج وهلأ ارجعنا عادنا ليفتنج تاني مرة سو اكيد يعني الضعف بيضيقنا اكيد شو الفرق بين الليفتنج والمينيليفت هلأ النسوين بيحبوا يسمون مينيليفت لانو انو ايه ماشي مينيليفت ايه ميني بس هو عاجين بس هو عاجين بس هو عاجين كل حالات في جراحة ايه مازبوط هو احسن شي ينعمل ليفت يعني يبلش من فوق نشتغل عقصة الخدود عقصة الجولاين وعقصة الرقبي هيدا الفول فيسليفت من زمين كنا نشتغل نعمل الفيسليفت من فوق يقصوه كله سوا وينشد الوجه الامرأة تظله مورمة ثلاثة شهر هلأ مع البوتوكس ماعدنا نطلع لفوق لهالبارت صرنا بس نبلش من مستوى العين ونزول هيدا الفول فيسليفت الميني فيسليفت اللي بيبتجي الامرأة مثلا تقليل بيبتدي ميني فيسليفت الميني فيسليفت هو منشتغل بس على الجولاين هون بها المنطقة بتشده هاي المنطقة في نعمل في نعمل بالعيادة حتى بيبين الجرح الجرح دايما بيكون عطرف الديني هون في امرأة بيبين جرحة في امرأة لا ولكن اكيد فيه تقنية التقطيب اللي بتساعدها يعني حكينا عن كل المواضيع التجميلية حكينا عن الماشينات اللي بتجنبنا نوصل لهيدا المرحلة بس قديش صحيح يعني في بعض الماشينات هلأ نحنا عم نتعرف عليهم قديش لمستو إذا في يقول هيك جودتن ونوعيتن لأنه ما يوصلوا السيدة لحتى تعمل جرحة اكيد الماشينات كتير مناح بس خصوصي يعني بديك تشتري ماشين تكوني واسقة من مصدرها تكوني علي اختبارات يكون باش انه يلا جبناها وعم نجربها بمرضانة هيدا شي غلط نحنا منجيب ماشينات منه وكلة عالميين معروفين يعني معمول عليهم ستاديز وصيف هيدا اهم شي انه يكونوا صيف واكيد الحكيم لو الامرأة طلبت منه يكون اجراسف ما لازم يكون اجراسف لازم يمشي بالتجميل عمهله يعني فيك انت تجي تعملي مثلا الالتراسوند قوي كتير 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 بتعمليها مشكلة للامرأة وبتعمليها في اللفت حلو كتير ولكن بيعمل لها مشكلة بعدين لذا افضل انه نمشي بهالالقصص عمهلنا كتير مثل الفراكشن الـ CO2 ما لازم نقوي كتير ونحرق تما نعمل مشاكل يعني هون الحكيم قديش هو هيك واسق بشغله قديش بيقدر يقنع المريضة انه يكون عن جد عم يعطيه افضل نتيجة ولكن شوي شوي هيدا الاساس اكيد والسقافة همه شي سقافة تسقيف الامرأة والرجل بس يجوا لعنديك انه شو الفرق بين هيدا وهيدا شو عم نعمل نحنا الامرأة اللي فهماني شو عم تعمل بترايحك اليكا ومنضيع بكل شي عم نشوفه ونسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي أكيد أريد منك نصيحة هيك بختم حلقتنا لكل سيدات نصيحة انه تجميل شي كتير حلو اكيد كل حدا بيحب يعمل تجميل وبيقدر يعمل تجميل يعمل لان هالدنيا ما فيها شي يعني بالنهاية كله طراب مثل ما بقلونا اكيد الهالسي لايفستايل هو كتير مهم رياضة مهمة شرب الماء مهم نخفف الدخان ونعيش هالحياة يعني ونحنا مبسوطين ونحنا وحلوين وندلع منتحق اكيد انا بدأ اشكرك كتير دكتور باتريك سنيفر اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان بدأ اشكركم مشاهدينا ومستمعين على المتابعة خليكن معنا دايما عبر هوا صوت لبنان موسيقى 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 موسيقى